تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته عزائل المستمعين وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن أرقام التواصل معنا مستمعين ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق رسال نصية على أربعة صفر صفر ستة وأيضا متواجدين معاكم لايف عبر حساب نور دبي على الإنستجرام طاقم البرنامج معنا وفريق العمل في الإعداد حسن البلاونة في التنسيق معنا أحمد سلامة وأيضا في الإخراج المبدع أيمن؟ أيمن إيش؟ لا؟ أيمن؟ أبو منونت ما شاء الله؟ بنوح؟ أيمن بنوح معنا؟ أيمن سرحيل؟ طيب أيمن سرحيل اللي ما يعرفه هذا كان واحد من الأشرار في مسلسل البواسل إذا تذكرون يعني مسلسل البواسل الذكرون كان يمثل دور منه شاسم الشخصية أيمن؟ رزيح قائد جيش جندح ذكرون عادة أيام البواسل عموما ما يبتدي معاكم حلقتنا بفقرة التغذية خاصة أن طرش لي ببرع هنا يقول سلام عليكم بيوسف اليوم ببرع اشترت كيلو بأدونس شو رايك مفيد أم لا؟ هذا سؤال من حول حق نجلة دروي شخصية التغذية عندنا في هيئة الصحة بدبي اللي موضوعها الرئيسي عن الحميات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن شو فوايد البقدون السختي نجلة أوش يصبح شرلا بالخير؟ نجلة معانا ولا؟ بالنور بالنور هلا شو فوايد البقدون السلسل ببرعي البقدون السلسل فوايد يعني يعد خاصة على الكلا على صحة الجسم كنا من الخضروات يعني اللي فيها فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم لكن اخترنا اليوم موضوعنا عن الحميات الخاطئة أو المفاهيم المغلوطة اللي تتواجد بكثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نعم يعني نحن الحين بشهر دبي عن تحدي دبي اللياقة الكثير يمكن يلا بنخفف فوزاننا بنلجأ عن طريق استخدام الوسائل التواصل الاجتماعي بنشوف شو الأشياء اللي منتشرة بنتبعها فنحن نحفهم يعني نقولهم ممكن شيء ممكن ينحط يعني قد يناسب شخص وما يناسب آخر يعني هاي هي الفكرة بحيث أنه ممكن شخص راح وتابع عند خصائي تغذية معينة أو زار مركز معين واتبع معاه بناء على معطيات جسمه من حيث العضل الدهون الماء ممكن ما يناسب شخص ثاني يعني فيه عوامل نحن ناخذ فيه بعين الاعتبار يعني أنا ما نزل بوست على انستجرام إلا طالعيلي سبع تالاف مسج بدك تنقص وزنك بدك ما دريك والله ما بدي يعني ما بغلط مشاركة معلومات عامة معلومات صحية بس كحميات يعني هذه أنا حس من باب الغلط مثلا شو الريوق يكون أو شو الغداء أو شو العشاء يعني ممكن ناسبني ما ناسب غيري صحيح يعني بناء على الحالة فيه ناس عندهم حالات معينة ارتفاع في ضغط الدم فيه ناس سكر فيه ناس يعانون من مشاكل في الكلا حسب الحالة يعني وحسب صوفات الشخص فنحن دائما نوجههم من يلجؤون للاستشارات الصحيحة بناء على معطيات التامهم والابتعاد على المفاهيم الخاطئة يعني لممكن أن الواحد تتبع نظام رجيم ثلاث أيام بس أن يكون مبني على الخضروات فيه ناس ممكن تتبع نظام ممكن أسبوعين بس أن يكون مركز على البروتين فهذا أشياء ممكن الضرهم يعني ما تفيدهم كثير من أنه ممكن يخدم منها أضرار يعني ممكن إذا مضت في الوقت الحال يمكن نشوفونها عقب صح فهذا يكون نزول خاطئ نحن ما نحط عليه ولا نشجع عليه حتى في بعض الحميات مثلا أن الواحد يجوع نفسه فترة طويلة يساعد على نقف الوزن ممكن أهمال إحدى الوجبات انتشار في الفترة الأخيرة أن الواحد ممكن يركز على وجبة وحدة فقط خلال اليوم والعديد العديد منها من الجمل اللي نحن نسمعها واللي نحس من الغلط أن الواحد يروح يلجأ لها حتى للمنتجات يعني مثل ما أنت قلت ذكرت في بعض في بعض رسال التواصل الاجتماعي أنه مثلا استخدم هالمنتج الفلاني وراح ينزلك 16 كيلو 10 كيلو خلال الفترة معينة بس هذ المنتجات يعني يحب بدأت تكون عن طريق استشارة خاصة يعني طيب هذا الكلام اللي نحن نقوله دائما لأن بينه وبينج حتى لو بالفعل هذا المنتج قاعد يعطيك هذه الفعالية ويعطيك هذه الأمور والمنتج جميل جدا وكذا لا تأخذ عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي أبدا لا تأخذ أي دوة أي منتج عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي لسبب بسيط يا جماعة الخير أن أولا هناك ضرار كثيرة أنت ما بعرف هذا المنتج أو شيء أصلي ولا لا واحد اثنين أكيد ما بعرف طريقة تخزينه ثلاثة مش عارف أصلا كيف وصل لك هل وصل لك بطريقة سليمة لأن عملية أنك تتوصل منتجات طبية ومنتجات تغذوية لابد أن يوصل منتجات معتمدة كذلك يعني هالأشياء ممكن الواحد يترع عن الزرعات عن الأشياء اللي تناسب صحيح زين زائد أنه الشغلة الأهم من الموضوع كله هل هذا المنتج المنتج هذا نفسه أصلا يعطيك هذا المفعول وإذا أعطاك هذا المفعول شو الأثار الجانبية عليه وهذا الكلام في كل شيء مو بس التغذية في الشعار في الكريمات ما التجميل كل الأمور هذي فالله يخلي الواحد يأخذ لك قميص قميص عن طريق هذا الانترنت الحين إذا بيشتري فانيدة عزي توصل له ما أخذ أنه بشكل يطالع الصورة الله هذه الفانيدة الخطيرة توصل لك والتي زين لا بطيخ لا هم يحزنون هذا على سبيل الملابس فهذا بالت بالأدوية لا والحين أصاروا أن يطبعون الحميات يعني مثلا فلان جربها ممكن يشاركها أهلي في البيت يشارك ناصب يعني أن لا تبعوا الحمية ساعدتني في نزول الوزن أنت كذلك تتبعها فهذا يعني ممكن أنه ما يناصب يعني بحيث ممكن يعني نقص في مادة معينة نقص في شيء معين عند أمراض ثانية الواحد يأخذ فيها أصلا الأمراض الثانية هذه اللي اللي ممكن تكون لها تأثيرات جانبية لازم يكون في نمط معين من التغذية يعني كل هذه الأمور واحد يأخذها بالحسبة وفي ناس ممكن يعني يعني ممكن العراض يعني ما تكون مبين يعني واضحة للزميع ممكن يكون نقص مغنيسيوم نقص حديد في بسمه ممكن في ناس عندهم مخزون الحديد عالي ما منبين يعني هم يأخذون أشياء فيها حديد المخزون عادي عندهم عندهم مثلا حاملية ثلاثيمية يعني في أمراض عدة ممكن ما تكون واضحة للجميع اللي المتعارفة خلنا نقول على أحصائية معينة ما تذكر 45 أو 50% من مصابين بيداء السكري في العالم ما يعرفون أصلا أنهم مصابين بالسكري تخيله يعني فبالت الواحد كثر ما يقدر يحاول يأخذ بعين الاعتبار كل المواضيع التغذوية ودائما نحن نقول المعدة بيت والداء بيت والداء ونحن حبينا نطرح الموضوع لأنه والله بين فترة وفترة من باب التوعية نازم من ناس يعرفون أنه يعني مبكل شي عن طريق وسائل تواصل الاجتماعي قد يكون صحيح حقهم فنازم نحن نقعد نذكر بين فترة وفترة يعني حتى من حالات تجينا بالعيادة عادي نشاركها مثلا الحميل يعطيتيني مياه ممكن نشاركها حسناني نحن نقول لا أختي نجلة درويش أخصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي كانت تتكلمنا عن الحميات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكرا لك وصباحة سعيد جاكم الله خير على الصباحة لأفراثة التغذية وإن شاء الله بعد نحفهم على التمارين على النشاط البنني صحيح الضمانة يعني فيها الأجوال الجميلة وإن شاء الله يعني تبعون أنظمة صحيحة إن شاء الله تعالي شكرا لك شكرا أيضا يعني الرياضة اليوم نحن نتكلم عن موضوع مهم جدا وأيضا هناك يعني الكثير من الأنشطة في هذا العرس الرياضي اللي تشهد إمارة دبي تحدي دبي لللياقة عندكم واحد مواضيع وبالعكس الحلو أن هذا المهرجان يصير مهرجان رياضي يدفعك إلى أنك أنت تمارس أو تخصص لك نص ساعة على الأقل يوميا لممارسة الرياضة الرياضة والغذاء شوفوا الحياة يعني أفضل من شيء ما فيه يعني عندك الرياضة وعندك الأكل السليم والحافظ رب العالمين واحد ياخذ بالأسباب الحافظ دائما رب العالمين نطلع فاصل بعد الفاصل ما نتواصل صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعيني الكرام وحياكم الله معنا في برنامتكم صحة وسعادة بغيت أقراها رحلة وسعادة لأن ياسين بعثوني رحلة سعيدة كانت إزاكم الله خير مشكورين اللي متابعين على الإنستجرام الله يسلمكم جميعا أيضا نحن نتواصل معاكم على أرقام التواصل معنا 600551414 وعلى رسالة نصية على 4006 وأيضا موجودين للايف عبر حساب نور دبي على الإنستجرام برنامج صحة وسعادة مستمر معاكم ناخذ بس هذه المداخلة السريعة وبعدين ندخل في واحدة من الإنجازات التي حققتها هيئة الصحة بدبي إنجاز عالمي ما تكلم عننا بعد شوية ولكن خلن نسمع أم محمد صبحت الله بالخير لا أبو محمد أبو محمد بعد زين تساعل مباركة أم محمد في البيت في البيت تسوي لنا غداء الله يخليها الله خلاص معزومين اليوم نحن طالق طيب والله قصر أم محمد حبيب هيا الله برشاب وعلى مرحبا الله سلم طول عمرك الغالب أحمود أنا عندي عتب على موضوعك أنت أصبحت نقيض نفسك تفضلي سيدي سيدك رب قبل أسبوعين إذا تذكرني اتصلت لك تلفون وتكلمت عن موضوع شو عن موضوع المواد الغذائية اللي موجودة عندنا في دولة الإمارات لأنه ما في رقابة صارمة بعض الأنواع الأكلات يقولنا من خارج الدولة بعد ما تدخل المواد أو بطريقة أو بأخرى يحطون استكارات باللغة العربية أنه صالح من وإله والمواد اللي موجودة اللي محتوى للعلبة أو المواد الغذائية نعم وقلت لك في نفس الوقت أن بعض الأحيان في بعض الدول يحطون مثلا المواد الحافظة أو المواد المبهرة أو إلى آخره ويحطون النسب في جانب كل مكونات العلبة أو الغلاف فقلتني يتأكد 100% أنه في دولة الإمارات وبالأخص إمارة تدبي هم يعني صاربين في الموضوع هذا إلا موضوع الأكر إذا فاكر صح كلامي أو الله والله أنا يعني أتذكر هذا الموضوع تفاصيل ما أتذكر لك أبو محمد أقول لك بعد بعيد الموضوع لأن الموضوع هذا عند الإخوان في بلدية تدبي وأنا يعني متأكد تماما تماما أن البلدية تأخذ إجراءات حازمة وصارمة في أي موضوع ممكن يخل بصحة وسلامة الأغذية زين اللي توصل لمنصات البيع هذا واحد أيضا الدائرة الاقتصادية كذلك عندهم مفتشين ويرقبون هذه كلها لحماية المستهلك ثلاثة وهو الأهم أنت رقيب نفسك دائما أنت رقيب نفسك أنت أو هذا أقوله دائما أنت ما شاء الله دائما أنت موفر دائما أننا موفر فأنا من أصبح رقيبي رقيبي مثل ما تفضلت أنا رقيب نفسي لكن الأهم من دخل على أساس أننا أكون رقيب نفسي ولا لا طيب بمحمد أنت مثال المواطن الصالح أنا أكملك النقطة لا أنا أقول لك ليش بقول لك ليش هذا موضوع تكلمنا فيه وراح زي لا أنا بس هذه النقطة البسيطة اللي اللي أهم اللي أهم من هذا بمحمد بس وحياتك ثلاث كلمات بس ثلاث كلمات بقولها بس ثلاث كلمات أنت مثال المواطن الصالح زين واحد اثنين مثل هذه الممارسات يجب في أرقام للتواصل المباشر مع البلدية مع الجهات المختصة يا أخي بلغ أي شغلة تشوفها غير طبيعية بلغ لأن أنت يعني لزام عليك تجاه هذه الدولة ومن المواطنة الصالحة أنك أنت تبلغ عن هذه المواضيع إذا شفتها بس تبلغ بالوقت والتايم وكل شيء والإجراءات الثانية إذا ما أخذوها الجهات الحكومية هذا الموضوع آخر تفضل كل واحد معاهل مش كل واحد معاهل أنه رفع التليفون ويتكلم للجهات المعنية أنه فيه الخلل الفلاني هذا اللي أنا أقصد لك نحن عندنا وين نحن عندنا عنق الزجاجة الله يطول في عمارهم اللي ماسكين ديغرافية الدولة عرفت كيف عنق الزجاجة هذي لهم الله يخليهم مسلد لنا دائما عرفت كيف بس اللي أهم من هذا الحين مثلا على سبيل المثال أعطيك مثال بسيط جدا وهذا لاحظت وأنا أنا اشتريت بنفسي قبل أسبوعين فيه مثلا إبريق ماء إبريق ماء كهربائي في المحلات عن طريق النت عن طريق النت لما تشتري عرفت كيف تحصل أنه بسعر خيالي بين 15 و20 درهم وماركة نعم ولما تروح السوق تشوفه بالمية والمية والعشرين فلما تسأل شو الفرق يعني بين الشخص اللي عارض في المعارض وبين عن طريق الانترنت تسأله شو الفرق يقول لك أنا ما بقول لك الفرق لما تشتري البضاعة وتيب البضاعة اللي شار لها في 25 درهم عرفت كيف اتأكد شو الفرق تعال خبرني وفعلا لما أنا اشتريت هالبضاعة والفرق بحدود مية درهم أو مبالغ كبيرة على فكرة يعني ثلاثة أضعاف فأشوف أنه مثلا على سبيل المثال نحن طلع قانون في دولة الإمارات أنه ممنوع استخدام كهرباء ذات فيشتين أو مثل ما يسمون الصلبين عرفت كيف لازم وبثلاثة على ساتنظام السيفتي والحيطة مع هذين يبيعون على البشر عرفت كيف ولا الرقابة عنهم طيب أنت تطري اللي على الانترنت تطريهم نعم موجودين في دولة الإمارات وأنا أتذكر طلع قانون في هذا الموضوع أنه في بيكون عليهم إذا ما أخذين الموقع موقع التركي البيع أو مركز البيع في دولة الإمارات أنه تكون عليهم رقابة وأنا أتذكر هذا حرفيا أنت هذا التناقض اللي تقول لي عنه الحين أبو محمد هذا التناقض هذا التناقض أنا أربط لك إياه لا أنا أقول لك شيء موضوع الأدوية مختلف تماما موضوع المستحضرات التغدوية لأن أنا ليش أرجع هذا مو بتناقض عموما بمحمد أنا بس أعطيك دقيقة بس عشان ألحق مساكن عندي ثلاث ديكاترا في الستوديو ريحي ما تكلموا تفضل بوحبا الله يقويهم الله يقويهم إن شاء الله الله يحفظ قل لي أنا خلاص في الكلام أنا الرقابة فعلا أنا ما نقول لك الرقابة معدومة لا حسن الله نعم الرقابة ما نقول مثل ما قاله مية في المية فيه فيه يعني هذا أكبر دليل لو أنت حين تطلب عن طريق النت بتبقى كلام صحيح تلفتنات ماركات عالمية تروح المعرض تبقى بالثلاث والأربع خمس ثلاث نعم وتلقى عن طريقهم هم بخمانية بتفع مية درهم ولما تشوف الخلل أنه يا في الفيشة أو فيه مواد أساسية ما موجودة من ضمن من ضمن الإلكتراليات اللي شكرت يعني أنا رأي نحول هذا الموضوع هذا تنبيه أي هذا تنبيه لي ولله أي مستمع يعني طول عنك مشكور يا أبو محمد مشكور تسلم أنا رأي هذا الموضوع والله لو نحوله على سلامة وأحمد يجب يطرحونه زين أحمد سلامة عطهم الموضوع هذا موضوع جميل ممكن يسهبون فيه لأنه نحن شوي قضايانة صحية أنا كنت أتكلم على جانب الأدوية بالتحديد هنا يعني أنا مرة وهالكنافة السعودية أخذ كيكة تاريخ انتاجة مكتوب تاريخ الغد اشتكيت عليهم هذا في السعودية يقولوا لي حد هنا يكاتب أنت شو حادك تطلب من مواقع مشبوهة وغير موثقة أو موثل وغا يعني في الإنستغرام كل حد نزل دوا وقال يروح الصلع تصير تشتري منه على أساس أنه يزرع الشعر في ثواني موضوع الصلع موضوع انسوا يا جماعة الخير أنا قال لكم سالفة فيلم شاسمه سيت اسم الممثل والله معروف اللهم صلع نسيت اسمه والله بخبركم وابتذكر عمون نحن موضوع هذا موضوع اليوم اليوم السنسين أنه هي الصحة في دبي فازت يعني مطلع الأسبوع الماضي بجائستين ذهبيتين ضمن جوائز ستيفي الدولية للأعمال الجائزة الأولى عن فئة الابتكار في الطب والثانية أو الجائزة أظنني والثانية عن شو استخدام التكنولوجيا استخدام التكنولوجيا لأن أدور لهذا لأن أتذكر بس أنا عرف عن شو شو اللي قدمتو دكتورة ضحها العوضي استشاري طب الأسرة مدير مكتب الجودة والتميز في هيئة الصحة في دبي أنا ببتدي معاش بعدين برحب باقي الدكاتر الموجودين عندنا لأن أبو محمد ما شاء الله خلص لنا الوقت يعني وما حبيت أقاطع ونحن دائما نقوم برنامج للمستمعين أصلا أكثر مما نحن نبغي الناس يسمعوننا نبغي نسمعهم نحن من خلال هذا البرنامج عموما معنا في الستوديو دكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات الأسلام في هيئة الصحة في دبي صباح شاء الله بالخير دكتورة نزين وأيضا دكتورة عايشة البصري خصائي طب الأسرة بمركز ند الحمر صباح شاء الله بالخير دكتورة شوية بعيدة عني لكن قريبة إن شاء الله من المستمعين الهيئة فازت في هذه المسابقة على المشروعين قدموا قطاع الرعاية الصحية الأولية نزين الأول قلنا عن استخدام التكنولوجيا في خدمة المتعاملين من خلال مشروع عيادة الصداع الذكية تقنية التطبيب عن بعد والثاني حول استخدام الطباعة الثلاثية أنا أول شيء ببتدي معاتي دكتورة ضحى خلينا نتكلم عن هذه الجائزة وهذه المسابقة مسابقة لها وزنها أبغي بس الناس يعرفون قيمة هذه الجوائز نزين قيمة الجوائز إجمالا هي أننا نحطي سمعة حلوة عن الهيئة للمتعاملين طبعا الحمد لله ثقات المتعاملين هي عن الدولة حقيقة لأنها مشاركة عالمية كانت معاك حق الصراحة ونحن نوبانزي ثقات المتعاملين في الخدمات الحكومية المقدمة في الدولة عموما طبعا واحدة من الطرق التي نزيد ثقتهم فيها طبعا تمكنها من استقطاب الجوائز المختلفة سواء كانت محلية أو عالمية لأن هذا يبين مدى استخدامنا للتكنولوجيا وحرصنا على تطوير الأداء في الهيئة وبعد استخدامنا لأنظمة الحكومة الذكية التي دائما شيوخنا وقادتنا يهدفون طبعا أن نوصل للمستويات الريادية سواء محليا أو عالميا وإن شاء الله دائما نكون في المطالع الأولى والرقم واحد الجائزة يسمونها جائزة تستيبي هي جائزة أعمال أمريكية ابتدت من سنة 2002 كانت في مشاركات من الدولة من عدة جهات حكومية وغير حكومية بس يمكن كانت أول مرة لهيئة الصحة أن تشارك فيها شاركنا فيها ولله الحمد نستقطب شاركنا في فئتين وفي الفئتين نجحنا وعلى المستوى الذهبي لأنهم فيه ثلاث مستويات يأما البرونزي أو الفضي وذهبي والحمد لله من أول مشاركة قدرنا نفوس في الفئتين بجائزة ذهبية مثل ما تفضلت استخدام التكنولوجيا في عيادة الصادع الذكية عن طريق روبودوك أو تطبب عن بعد وهي عبارة عن عيادة توصل طبيب العيلة مع طبيب العصاب فيه أثناء تواجد المريض عشان الاستشارة تكون متكاملة مثل ما يسمونها ملتي ديسبلاري بوجود أكثر من تخصص أساس نقدر أن نخدم المريض بحسب احتياجه وفي الجائزة الثانية في جائزة الابتكار في استخدام الطبعة الثلاثية وبعدها هي أحد الإمكانيات الموجودة والتي نحرص عليها أساس نوصل للمستويات الآلمية يعني حتى في ما يسمى باستشراف المستقبل إن شاء الله أنا وايد مستانس ما شاء الله عليكم يعني أنكم قدرتوا تطلعون إلى هذه الجائزة وتحاصلون جائستين ذهبيات يعني مو بجائزة وحدة جائستين ما شاء الله عليكم وفي حين أنه في وايد دواير ومؤسسات شاركوا في هذه المسابقة أنا برجع على بتكلم عن عدد الجهات والأفراد اللي ترشحوا لهذه الجواز من مختلف دول العالم لكن أنت ذكرت تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد هذه التقنية تم استخدامها في مجال الطب الأسنان في هاية الصحبة دبي أنت دائما تقولي تعال خنسوي لك هذا ثري دي ها دكتور رحمده وأنا ما إيكم لكن ما حاول لاحي ما أخذي جائزة ذهبية لازم إيكم خبرين بالتفصيل يعني دكتور رضحة ما شاء الله عطتنا فكرة عامة أنا أريد بالتفصيل هذه التقنية شو هي بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم نشكر دعوتكم اليوم لنا المشاركة في هذا الفرنامج بداية كما هو معروف والحمد لله نهيئة الصحة في دبي دائما تسعى نحو تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتسهيل الوصول لها الخدمات تطبيق تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد في خدمات طب الأسنان تهدف إلى تحقيق رؤية هيئة الصحة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة من خلال هاي التكنولوجيا المتطورة لرفع مستوى رضى المتعاملين وتقليل وقت الانتظار لتلاقي الخدمات هاي التكنولوجيا اللي حاليا مطبقة عدنا في عيادات الأسنان هي عبارة عن منظومة ثلاثية متكاملة تنقسم إلى شقين شق كلينيكي والذي يتم عمله في العيادات بكادر طبي ما شاء الله يعني يتقل العمل بها التكنولوجيا والشق الثاني هو الجزء الفني والذي يتم عمله في مختبر الأسنان والذي يقوم عليه طاقم فني مؤهل على هاي التقنية بدين العمل في هاي التقنية في مع بدايات 2017 ومن وجودنا اليوم هنا أنا أحب أشكر معالي حميد الكطامي مدير عامة هيئة الصحب دبي والدكتورة منال تاريام المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية والدكتور محمد الرضا مدير إدارة المشاريع والتحاول المؤسسي على الدعم المادي والمعنوي والإعلامي لإنجاح هذا المشروع وكذلك طبعا الفريق الطبي اللي اعتبر الجندي الجنود البواسل وراء تطبيق هذا المشروع في عيادات الأسنان واللي حققنا فيها نتائج الحمد اللي إيجابية ومشرفة استطعنا أن نحصل فيها على مثل ما تفضلت دكتورة ضحى على الميدالية الذهبية عن فئة الابتكار في مسابقة ستيفي للأعمال الدولية وهي تعتبر أعلى وسام الجائزة الذهبية تعتبر أعلى وسام لهذه الجائزة بمشاركة في حدود 96 جهة منافسة من الجهات الحكومية والشركات جميل والإعلام عود شو بريد محترق وما شكرت هنا قلت بالإعلامية ترى كل الشكر الأخر كل الشكر بالعكس وعجبنا لا نستغلاش ترككم طيب الجائزة الثانية كانت في في إطار جميل جدا اللي بتكلمنا عنه إن شاء الله عن استخدام التكنولوجيا في عيادة الصداع الذكية سميتوها ظني خبريني دكتورة عايشة البسطي فكرة سريعة عن العيادة قبل أن أطلع فاصل ومتى تم استحداثها في الهيئة شي على السريع باختصار التطبيب عن بعد يكون فيه يعني الدكتورة الطبيب والمريض ما يكونوا في نفس المكان يكون الطبيب في مكان والمريض في مكان ثاني عشان تسموه التطبيب عن بعد هو نوع من التطبيب نوع التطبيب الحديثة اللي اشتحدثات حديثة حبينا ندخلها في عيادة الصداع عنا وابتديناها في البرشة في 2017 بالنسبة للخدمة المريض يكون في العيادة نفسه في مركز الصحي الطبيب يكون في مستشفى راشد اللي هو في قسم الأعصاب فبهالطريقة الطبيب بيتحاور مع المريض مثل البث المباشر مثل التلفزيون يعني أنا أشوف الطبيب أتحاور وياه يناقشني يسألني وفيه طرق فحص معينة لجهاز التطبيب عن بعد الدكتور يقدر يفحص المريض على طريقة عن طريقة كأنه موجود جداما ويقدر ينصحها ويشخص لحالته وفي نفس الوقت يعطيه العلاجه المناسب بهالطريقة المريض ما استدعى أن يسير المستشفى ويقعد بساعات أو ينتظر مواعيد ثاني والدكتور في نفس الوقت في مكان عمله يقدر يخطي أشياء ثاني بعد عنده في العيادة فاختصرنا عليه الوقت والجهد اختصرنا الوقت والجهد واختصرنا للمريض والوقت والجهد والانتظار والمال كذلك والمال كذلك طيب أنا بطلع فاصل بكمل معاكم لأنه مواضية جميلة وايد فخورين فيكم خلونا نطلع فاصل ومرد في وايدة السئلة بعد ويسلمون عليكم وايدة هنا الله يسلمكم فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مساء الله الكرام وحاكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة اليوم عادة ما منذكركم برقام التواصل لأنهم تتعرفون وإن شاء الله ما حد يتواصل معنا لأنه وقتنا ضيج عموما يقول علي المهير السلام عليكم اللي بيعون أدوية على الواتساب وغيرها وكل ما نحضرهم يتكاثرون ليش ما يكون هناك حل والله ضم صوتي لصوتك ببرعي يقول هاي تصحة مم قصرة والقصور من المراجعين لأنه ما يبتزمون بالتعليمات ورشادات الطبيب لا يا ببرعي المراجعين زينين بالعكس نحن نسعد بهذه الملاحظات بغض النظر كانت هذا أكيد هي راح تكون لتحسين الخدمات نرجع لمحور حديثنا اليوم كنا وقفنا عند الدكتورة عايشة البسطي كنا نتكلم عن عيادة الصداع الدكية التطبيب عن بعد اللي فازت بواحدة من جوائز ستيفي الدولية للأعمال عن فئة الابتكار في الطب دكتور رحم عايشة يعني وقفنا عند بشكل سريع تكلمنا عن هذه العيادة خلينا نتكلم عن النتائج الإيجابية اللي تحققت من خلال هذه العيادة وهل ساهمت أيضا في رضا المتعاملين وثقتهم بالخدمات في هيئة الصحة في دبي وحد كان يسأل كيف يعني التطبيب عن بعد كيف تسوون الفحوصات كيف تسوون هذه الأشياء فشو رأيت بداية الاستفسار في محلة أكيد الواحد إذا ما شافه بعينه بيستغرب كيف نسويها الفحوصات أو حتى الفحص على المريض نفسه هو يكون مثل خلنا نتخيال مثل شاشة تلفزيونية هو روبو دوك شاشة تلفزيونية عند المريض نفسه في العيادة وفي شاشة تلفزيونية عند الطبيب الثاني الأخصائي اللي في المستشفى في هاي اللحظة الجهاز أو السكرين اللي هو روبو دوك كامل يكون فيه أجهزة معينة مثل السماعة عندنا أقدر للتخطيط القلب أشياء معينة يفحص المريض ويسمعها الدكتور في مقرة ثاني اللي هو ما في نفس المكان بالنسبة للتحاليل وثاني شي تكون فيه مناقشة بين الطبيب والمريض فمعظم المناقشات المريض يشرح حالته وشو الأشياء اللي هو حاس فيها أو المشاكل اللي يعاني ديها والدكتور يسأله بالطريقة الـ الـ بين الطبيب والمريض الاستشارة العادي كأنهم قاعدين مع بعض النقطة الثانية بالنسبة للفحوصات فرضاً المريض يحتاج فحوصات معينة الطبيب يطلب للفحوصات من عندنا طبعاً نظام واحد وهو نظام سلامة صحيح والمريض يسوي الفحوصات المخبرية أو الأشعة فعنا في العيادة أو في المستشفى إذا تطلب مثل أشعة معينة تسوى في المستشفى خلال هالفترة يكون فيه نقاش بين الطبيب والمريض في هالحالة وكأن استشارة كاملة بالضبط فتكون استشارة عادية بس حتى الفحوصات يقدر يشوف الطبيب خليني بتوجه حق الأسنان الحين دكتور الحمد أول شيء شوفونا حل الله يخليكم حق الأشعة مب البانوراما اللي يحطونا في الحلج يطلع الروح إن شاء الله يا رب كل شيء يعني ما شاء الله عليهم دكاثرا كل يوم طالعين مشيدين ولكن 3D برينتينج أو طبع تلاتية الأبعاد دخلتها في مجال الطبب الأسنان هذه حققت النتائج الإيجابية على الهيئة والمتعاملين بشكل عام خلينا نتكلم عن الفترة الزمنية اللي كانت تستغرق بالطريقة العادية في تصنيع قوالب تركيب الأسنان وحاليا مع استخدام هذه التقنية شو اللي تم إضافته على هذا الموضوع القالب اللي هو بالطريقة التقليدية يستغرق من بداية أخذه لما نحصل عليه في حدود من بين ساعة إلى ساعة ونص ولكن باستخدام الطابعة الثلاثية للأبعاد تقدر تطبع 18 قالب في حدود من ست إلى سبع ساعات يعني لو تقسمها تقريبا يعني كم يعطيك 18 قالب في ست إلى سبع ساعات تربوني بعيد ما ممحصار ممحصار حسب يعني اللي هو ككمية يعني ما تنتظر لو قالب واحد وبعده وبعده لا فيعني ويتحصل عليها يعني الحمد لله على درجة عالية من الدقة أي بضو أنا كتبغي أسأل عن الدقة في هذه لأن القالب العادي ممكن واحد يعيده بعد صحيح مهي لو نحن أخذها هي التكنولوجيا هي عبارة عن منظومة تبتدي اللي هي بالماسحة الفموية اللي هي تاخذ مقاسات الفم والأسنان وهذه في هذه الحال إحنا تحولنا عن الطريقة التقليدية اللي هي تكون مزعجة للمريض لما تنتقل هذه بكبسة زر من العيادة إلى المعمل أنت في هذه الحالة اختصرت وايد من الخطوات صح اللي كنت تحتاجها قبل لين ما تنتقل هاي المعلومة إلى المعمل صح ناهيك طبعا في نفس الشي توصل هذه عبر الدوارة الإلكترونية ما تحتاج لها عملية التعقيم في الخطوات اللي نحتاجها قبل ما نوصل هاي المواد إلى المعمل فيعني كل هاي الأشياء يمكن المريض يعني ما ينتبه لها لأن تأثيرها عليه يعني غير مباشر ولكن احنا اللي لاحظنا العاملين في هذا المجال نعم هم باستخدامنا بشكل حتى بالنسبة اللي هي فترة الإنجاز لهذه التعويضات قلت بالنسبة اللي هي يعني الفترة اللي تحتاجها بنسبة 30% عن كبض يعني بدل ما المريض ينعطى فترة زمنية كبيرة اللي هي في المواعيد بعيدة يعني يعني أعطيك مثال مثلا بدل ستة سابيع دوان سابيع بدنا ممكن نخلصها هاي في اللي هي نعطى مواعيد أقرب اللي هي ثلاثة سابيع أو أربع ساعة صح يعني أنا أتمنى شيء وبعد وعدهم إن شاء الله يستوي يعني عملية تعقيم غرف الأسنان يختصرون في دي جيكتين ما أدري كيف يعني ممكن يرشون رشد كذا بر واحد يعقمون الغرفة كلها الله العالم إن شاء الله كل شيء منهم كان يتوقع أنه يسولتش ثري دي برنتينج حق الأسنان هذه عموما برجع ليش نحن موجودين اليوم نحن نحتفي بهذه الجائزة المواضية هذه اللي ترى إن شاء الله بأخذكم بالتفصيل مستمعينا مع الدكاترا في حلقات خاصة في هذا الموضوع لكن اليوم نحن نحتفل بهذا الإنجاز اللي يضاف للإنجازات التي تحققت باسم دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي وأيضا على مستوى إمارة دبي وكذلك على مستوى الدوار والهيئات فألف مبروك دكتورة ضحى أرجع خلينا نتكلم بشكل سريع عن يعني الجائزة عدد الجهات اللي شاركوا مختلف العالم دول العالم كم عدد اللي شاركوا في هذا الدور وأيضا شو اللي يعني لكم هذا الفوز كنت تبغين تضيفين شيء على موضوع التطبيب عن بعد بعد أنا بس سألتنا بضيف عن التطبيب عن بعد وبضيف عن موضوع التعقيم إن شاء الله يمكن بعد ما أرد على جوابك وسؤالك اسمح لي الحين طبعا المنافسة ويت قوية على جائزة ستيفي لأنها هي معروفة آلميا كل سنة تكون في مكان هي بعدها نعم الاستلام الجائزة يتم في مكان أو مقر الحفل يختلف أحيانا يكون في هونغ كونغ لندن أمريكا بس المقر الرئيسي للجائزة هي جائزة أمريكية طبعا أطلقوها بطريقة أنه ما فيها أي المشاركة عالمية من جميع الجهات لما شافوا حتى نحن مشاركتنا كانت جدا قوية شلونا من شابتر ميدل إيست لأنهم عندهم مثلا مشاركة ممكن تكون من داخل أمريكا في شابتر ميدل إيست وفي شابتر جلوبل على مستوى العالم لما شافونا أقوية شلونا من الميدل إيست حطونا في الجلوبل وبعد الحمد لله في الجلوبل وصلنا المستويين الذهبين في الفئتين وحتى ردود الحكام كانت جدا جدا إيجابية على الخدمتين لجنة التحكيم لجنة التحكيم حصلنا ردود في الإيجابية لمقرين التقرير استغربنا أن الناس كلها من بهرب تبي من بهرب الخدمات من بهرب المستويات مستوى الخدمات الحكومية التي نقدمها في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا إذن قولها معنات ما شاء الله نحن وصلنا إلى المستويات التي نحن نطمح لها وما زلنا نبنطور عشان نوصل لمستوياتها إذا إن شاء الله أنا بس بضيف شغلة بسيطة هني قبل أقطع كلامك بالخير دكتور رضحة هذا على فكرة يعني هذه الأمور كانت من ضمن المسرعات المستقبلية كانت من ضمن المشاريع اللي نحن نفكر نسويها في المستقبل ولكن بفضل توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بضرورة تسريع التقنيات هذه هذه الحين موجودة على الأرض الواقع وهي تصحة طبقة وغير من التقنيات الثانية تفضل لدكتورة شكرك والله إذا نرجع للسؤال الأول طبعا أدد المشاركات العالمية وموجودة من أكثر من ألف دولة شاركت كانت المنافسة تقريبا بين 96 دولة والحمد لله قدرنا أن في الفئتين اللي شاركنا فيهم الحمد لله حصدنا جوائز وإن شاء الله نوينا السنوات القادمة نحصد جوائز أكثر إن شاء الله بعدين للسؤال الثاني مثلا شو اللي قد شو فايدة الجائزة طبعا في الأول والأخير سعد المتعاملين مثل ما تفضلت هي كانت قيادة رشيدة وشيخ حمدان بن محمد ما يقصر دائما يدعمنا دعم معنا ويمادي ويحفزنا أن نسأل للتقدم نسأل للأمام وشيخ محمد ما شاء الله دائما يباني نتصدر للمراتب الريادية والمركز الأول والحمد لله في هيئة الصحة خذنا الأول والأول مرتين مرتين وإن شاء الله نستمر إن شاء الله نكون بنفس المستويات دون فالجائزة طبعا أول شيء صداها العالمي كما كان دولة الإمارات العربية المتحدة والريادة والتنافس اللي موجود نحن وصلنا خلا نقول من ناحية أعلى المراتب التنافسية في درجات الابتكار والتميز الحمد لله بسبب أن حصلنا على هذه الجائزة وهذا بعد يدعم سعادة المتعاملين وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية اللي موجودة وطبعا ما زلنا بعد بالنسبة أن نزيد ثقافة التميز والسعادة وحتى الابتكار اللي موجودة عشان نوصل المراتب على إن شاء الله استخدامات التطبب عن بعد طبعا وايد وبتسمع مشاريع كبيرة بيتيب بعد في هيئة الصحة بس نحن يمكن أقدر أنوه أن فكرة جديدة بنطلقها جريب جدا اللي هو استخدام التطبب عن بعد أو الاستشعار عن بعد اللي هو تقنية IOT في الرعاية المنزلية الذكية جميل بيكون أن نفس الشيء الجهاز موصل بنظام سلامة يعني ملف الإلكتروني الموحد للمريض موجود الممرضة مع الطبيب الأسرة أو الأخصائيين يزورون كبير في السن في البيت ويأخذون لكل القراءات وكل الأمور وممكن بعد الطبيب الموجود في المركز يطلع عليها في نفس الوقت يا سلام وبعد موصل بجهزة ذكية أخرى أخا فيضربونكم الشوام يطالعونها أخا فيضربونكم الشوام يطالعونها هم الدائم لنا حتى لما بدأنا في فترة تجريبية كانوا وايد مستنسي لأنهم يقدرون يشوفون ويتواصلون عن قرب مع طبيبهم الموجود في العيادة فكان هذا يعطيهم شعور بالأمان وطبعنينه إن طبيبهم موجود طبعا الجهاز هذا موصل بعدة أجهزة سواء كانت جهاز قياس السكر أو الضغط أو قياس الحرارة أو حتى الأي سي جي له تخطيط القلب وأجهزة أخرى كلها موصلة بنفس الجهاز بس هذا طبعا أتوقع أنه بيكون لحلقة منفصلة ثانية جميل الأخير التعقيم التعقيم في أشياء طبعا ياسك اليوم تتطور يوم من يوم في شيء في الأسان أنا ما أقدر فكرتلي أنا قال لنع له خلاص خلاص مسجلة باسمك براءة اختراء الحين سابقا كنا نستخدم بعض المواد التعقيمية اللي كانت تأخذ ما يقارب الساعة في تنظيف بعض الغرف إذا فيها حالة خلنا نقول لأنها ممكن تسبب الانتقال في الأمراض بس الحين التعقيم هذا مياخذ أقل من أشر دقائق فإن شاء الله التطور باستمر نحن قبل الله يعقمونا من الاستوديو خلينا نختم هذه الحلقة دكتورة ضحى يعني أنا شاكر للكم ألف مبروك وعد مني إن شاء الله من خصص حلقة كاملة لكل تقنية من التقنيات هذه فسامحونا على ضيج الوقت شكرا لك دكتورة ضحى العواضي استشارة طب الأسرة ومدير مكتب الجودة والتمييز هي تصحى بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هي تصحى في دبي كل الشكر لدكتورة حمدة المسمار مدير إدارة خدمات الأسنان في هي تصحى في دبي شكرا لك وألف مبروك وألف مبروك حق الدكتورة عائشة البسطة خصائية طب الأسرة بمركز لد الحمر مبروكين مبروك لدولة الإمارات مبروك لحكومة دولة الإمارات خمس دقائق أيمن بث المباشر لهم حق ونحن لدينا حق ولا شكرا لك أيمن استرحيل شكرا لك أحمد سلامة كل شكرا لحسن حسن البلانو هذه التحيات محدثكم محمود وزو حتى نرغا لكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي